ازايكم يا جماعة عاملين ايه النهاردة هنتكلم مع بعض عن ديب فريزر الاسق بس في البداية ما تنسانيش باللايك وسبسكرايب لو استفدت ولو بمعلمة صغيرة هنتكلم عن المميزات والعيوب والاسعار اول نقطة نقطة المميزات هو طبعا فيه مميزات قوية جدا وفيه للاسف هاليوب نشايفها انها برضو وحشة جدا اول ميزة هو مطور بتاعه كويس بيحافظ على الاكل الفترة كبيرة موفر جدا في الكهرباء وده بيرجع ان العزل بتاعه ورده كويس فبيقدر ان هو يحتفظ بالبرودة جوا الديب فريزر فما بيفقدش الحراب بسرعة ويحتاج ان هو يشتغل كتير بيشتغل ويقصر كتير فبيحافظ على استهلاك الكهرباء دي دي المميزة التانية اللي فيه جودة الادراك بتاعته كويسة فيه طبقة عزلة في الادراج بتخلي الاكل ما يلزقش في الدرج ودي مش موجودة في بعض الانواع التانية وبتحمل طبعا الاوزانة التقيلة فيه خاصية تيربو لكن انا مفضلش طبعا انا اتخدمها كتير عشان بتستهلك كهرباء وفي نفس الوقت بتستهلك المطور بتاعك فعلا الماضي الطويل بتلاقي الجهاز بتاعك الكمبريزور بتاعه ضعف فيه انذار في حالة ان الحراب بتاعته عيت او حصل فيه اي مشكلة فبيديك انذارات سواء بالصوت او سواء باللمض فدي ميزة برضو مش موجودة في انواح تانية كتير تصميمه كويس وفيه اضاءة داخلية اسعاره اقتصادية جدا من افضل الديب فريزورز كاسعارية العيوب فترة الضمان بتاعته قليلة شوية انا شايفها هي حوالي خمس سنين لكن لو قرنتوا بانواح تانية مثلا زي التوشيبة مثلا ضمانه عشر سنين فانا شايف ان فترة الضمان بتاعته تعتبر قليلة شوية لكن على قد سعاره زي ما بيقولوا يعني الكاوتش بتاع الباب بتاعه بتحتاج ان انت تغيره كل فترة لان خمتها مش بالمستوى المطلوب يعني الكاوتش ده بيخلي الهوى يعني البرودة بتاعته ما تطلعش بره الكاوتش ده بيبوص بسرعة وابتحتاج تغيره قطع الغيار بتاعته مش متوفرة بشكل كبير وبتلاقيها غالية شوية ده للاسف اغلب الموديلات اللي موجودة في السوق بتلاقيها يعني بتلاقيها دي فروست ودي طبعا بتبقى صعبة جدا في التنظيف وبتحتاج ان انت كل فترة تفصل الديب فريزر وتطلع حاجتك وتنظفه بقى من التالج صعب شوية على ستة البيت انها تجيب ديب فريزر دي فروست عشان كده انا يمكن مش باستلطاف النوع ده يعني ده اسوأ عيب فيه الاسعار بتاعته المية خمسة وتلاتين لتر تلات دراج عامل تلات تلاف ومتين جنيه دي فروست المية اربعة وتمانين دي فروست اربعة دراج عامل حوالي اربعة تلاف وسبعين جنيه في عندنا المتين وتمانية لتر الاوفوكي عامل اربعة تلاف ومتين جنيه برضو دي فروست المتين اتنين واربعين خمسة دراج غاملidad في 4500 ال خمسمية سبعة وربعين اوفوكي عامل عشر تلاف جنيه اه وبرضو دي فروست تلات ومية خمسة وتلاتين لتر الاوفوكي اعمل 5750 واخر موديل معنا اللي هو 242 لتر اعمل 4600 جنيه اتمنى ان انا اكون في التوكم ولو بمعلومة صغيرة ومتنسانيش باللايك وسبسكرايب وقول لكم سلام